الى ما تاخدين بقوا احنا هكا ما فيقينش من القلبة دينا التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي خرجات على الوليدات المياه في المياه انتم الابا انتم الابا عندكم مسؤولية كبيرة راكم تلقتوا كل شي على الام راكم خليتوا الام هي بتصبن هي بتقري هي بت بتقدى هي بتدي الوليدات لمدراسة وانت تيس حابك وشلك الدرامي تطعطيهما كل شي را المسؤولية مولقت عليكم بجوج هي الجنس وانت تجير ديك سلطة ديالة الاب السلطة احنا ماشي تنقول لكم قتلوا الوليداتكم السلطة انا احنا تنقول لكم ربوهم رقبوهم وفينكم الامهات اللي تدخلوا الوليداتكم بيتين سهرانين في تيك توك وكمواقع التواصل الاجتماعي للكامل عطيها البيسي ولا البغطابل معافتيها معامل تتهدر هانتوما اللي ما تترقبوا كل يوم تنسمعوا بنت هربات ذاك الشاب اللي تيبغيك فعلا ما غديش يقول لك يالله يتهربي معايا الشاب اللي بغاك بالفعل تيخاف على السمعة ديالك وما تيخليش الام ديالك محروقة عليك الشاب اللي تيبغيك تيجيك من الباب ماشي من الشرجم الشاب اللي تيبغيك تيقول لك انت داب الحاليان بحلقتي وشو يبغي اردى الخطو يشو واحد يقيسها ألا أبدا ايقول لك انا قتلك انها لقاك ماشي واحد فكيفاش انتوما اخوتتكم تتحفظوا عليهم وكيفاش تدخلوا بنت الناس وهذا التغرير اللي تتغرر بهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدون مقدمة فيديو اليوم تيأثر خصوصا من تتلقى بنت ما بقاش تترحم ولقينها غاد يلجيها ما معرفاش عند من الله اعلم شكون يغرر بها الله اعلم وخلت امها تبكي وتهلل الام اللي مصابة بسرطان الام اللي محتاجة لبنت جالها تدعمها وتوقف بجنبها وتكون هي السند باش نشاء الله تشفى وتتعرفوا شنا هو السرطان هلا يعطيه لشي واحد مسلم الله يحفظكم ويحفظ كل ما عزيز عليكم فاذا بنات اليوم بنات اليوم جيل اخر كانت ممسكين الله يتولي في عمرها تقول هاراسي تلقيني ما نعرف شنو ندير نجيب ماورد وانا باقي صغيرة يعني في 13-14 نجيب ماورد ونجيب الخيار ونجيب البطاطا وما نعرف شنو ندير وليوم فش تلقى بنت تبارك الله تتبنى قدل مسؤولية مرحمة لهم مسؤولية جيلتراسك مسؤولية انك خسكيها تقراي ما بغو منك حتى حاجة ما مطلبة انك جيبي منضة ما مطلبة انك تقدي الدار ما مطلبة بحتى شي حاجة ما مطلبة انك تحفظ على ذلك الهيبة لذلك الأسرة وذلك الحعترام اللي مراقتي به الأنف دالهم في الدوار شو ما موعيبة بنتي انك انت يا تكوني ما افكرتيش على حتى حاجة الا انك انت ذك ما يسمسلك به الشيطان ولا النفس الأمارة ولا شي طرف اخر قلتي هنا معاك نستجبليك الله اعلم لا يمكنني أن نسأل بك الظن و لا يمكنني أن نجدهد ولكن ما قلتني بخاطري هو أن أم تتبكي و تهلل و تقول لك ها رجع بنتي حتى لا تخافي التحجة لا تجري التحجة في رأسك نحن نريد أن ترجعي هذه الخرجة لأم والأب بسكين التي تجد قلبهم محروق عليك فوالله العظيم إلا تقول علش بناتنا وصلوا هذا المواصل المسؤولية تحملها أنتم الأمهات ولكن بالنسبة أكبر الأباء لأن الأمعيات وش هي تقري وش هي تدي وتجيب وش هي تمشي تقدى وش هي تدي الميناج والأب تقول لك ها أخوتي إلا عنده إدلك سنبلخ يقول لك ها أخوتي و أنت تكلفي واللارة المسؤولية ماشي هكا المسؤولية أنت حتى أنت ضروري تترقب بلداتك ضروري أنت تدخل على الخط لأن الأب هو اللي تفرض السيطرة الأم سكينة مغلوب على أمرها خصوصا مع هات الخرجات ديالتيك توك الأم مبقاش لها اعتبار على الأقل تكون واحد السلطة ديالت الأب السلطة حنا ماشي درقوا لكم شروقت الوليداتكم ولا سروا علقوهم ولا سروا تيقول واحد اللي متال بالداريجة قفل ولا زير باش لقى ما تتلق اللي لقى ما اللحظة و عارف ما دار رغادي يلقى ما يتلق واللي سي بالوقت من الأول فرغادي يعاني لأباء رجاءا فيقوا من القلبة رقبوا ليداتكم راهد المواقع التواصل رخرجات على البنيات و على الولاد ما بقوتي خافوا من التواحد عطتهم ديك الشجاعة و ديك الجرأة اللي غير محمودة تلقى الدري ولا البنت كلمته و كلمته و كلمته وتلقى الدري محتر مش واليديه كيفاش غاد يحترم الأسادة ولا الأساد راه الأسر عندها واحد الدور كبير في التربية والتي طالبوا بالتربية جيل التربية وتكوين اللي دي يقول لك التعليم خسو ربي وأديروا بعدك انتم مددور جالكم خمسين في المئة جالكم و عادة خلوا خمسين في المئة على التعليم راه مني دي يجي الدري ما عارف ما له و ما عليه تلقى الصدمات مع الأسادة و مع أصحابه والأسدقاء دياله والزملاء دياله لأن الدري مرخي عنده كامل لحرية يتصرف كيف مكان كيف ما بغى فإذا إذا جيت انت بتتردو تيقول لك شكون هذا اللي بغى يتجبر عليها بتتردو العين الصواب التاريخ صحيح ما تيقبل نصيحة رجاء حلقة اختفاء كل اليوم تتدمرنا كل نهار أقول لنا شبه يوم انتم تسمعوا بنت مشات في الدار بيضاء بنت مشات في أقادير بنت مشات في تارودان انت تشيرها بزاف انت تشيرها انت تشيرها انت تشيرها مدمير هذا مواقع تشيرها انت تقتلين بناتنا امريكا حاولت كيف تشيرها العرب بصفة عامة على الدور ديالهم اللي هو يكبروا ولدتهم على حب الوطن والنضال من أجل الخير المشكلة الغرب انت تشيرها مع ولدتهم بوجههم ولكن هما عندهم شدين اللي غادي قدهم هما فعلا تربووا على قيم ومبادئ ولكن من توصل للدري واحد لاج تتلقى تستاثم ولا تحترمش لأب لأم لان ما عندوش هو ذاك حلالي مع كامل اسف عندنا قال الله ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولينا بنقل ذو الغرب الخرجات ديالنا في اليوتوب في الشيح في الرديح في الاختلاط الغير مسموح بيه النتيجة شنائية الضربة شنائية هي بنت كل ولدك تيخليك محروقة لك بدات ديالك مشوية ففي قول آباء في قول آباء في قول أمهات رهما واقع التواصل الاجتماعي خربات لكم العلاقات رهما واقع الاجتماعي خلت وليدتكم كل واحدة تتفكر تجير علاقة غير شرعية حتى تقول مع رسا العلاقة غير شرعية سنعيش مرتاحة ولكن كوني على يقين هذه اللي خرجات هذه اللي خلت الدفا القصري سيكون واحد لحنين لأم ديالك والأب ديالك ولكن سيكون فات الأوان سووا لدوك اللي يجربوا سووا لدوك المراهقات اللي يضحك عليهم رأسهم ولا شي طرف آخر تتقول لك ياريت الزمن يرجع اللور كون نبقى مع ممتي نبقى مع الأب ديالي لا يجب أن تتحك عليها عندك سبع أيام ديالك كنت تقولوا دغيات التقادة ما تبقى إلا صحيح ذاك الشاب اللي تيبغيك فعلا ما غاديش يقول لك يالله يتربي معايا الشاب اللي بغاك بالفعل تيخاف على السمعة ديالك وما تيخليش الأم ديالك محروقة عليك الشاب اللي تيبغيك تيجيك من الباب ماشي من الشرجم الشاب اللي تيبغيك تيقول لك انت دابل حاليا بحلقتي وشو يبغي إردى الخطوء يشوى واحد يقيسها ألا أبدا ايقول لك انا قتلك انها لقاك معا شي واحد فكيفاش انتوما اخوتتكم تتحفظوا عليهم وكيفاش تدخلوا ابنة الناس لعرضة لهذا الإجرام وهذا تغرير اللي تتغروا بهم اجي معايا ما تلقي هين الخير اجي معايا انا انفديك بعمري كل شي هادك هير كلام معسول كل شي هادك ما تيدوم إلا الصح ابناك اليوم اردوا بلكم رأي اللي مدها من الوالدين والله ما يتفروا والله يا ما تفريه إلما لقتي ديك الأم اردت عليه كل ليل ونهار فما تقوليش أنا راسافي قتعت لي وادي ونشفوا رجلي انتو اللي جي اللي تتقول الأم ديالك احطيلي يا ولا تهرس عليها الطبلة احطيلي يا باش مش نشري ذاك الحرام القاسيس ولما احطته تتولي القيامة نيضا في الدار كون علي يقين ديك الأم اللي يقلقتي هو بكاد راح العرش ديالا راح مانتي تزعزع لأن بير الوالدين راح شي حاجة راح الله سبحانه وتعالى وصا على عدم الاشرك به يعني تكون مؤمن لإيمان بالله ثم البر بالوالدين فدقة واحدة ما كانش واحد الفاصل فعمالكم إلا تردوا بلكم أوليدتنا راحنا تقلقوا مني تنشوفوا شي بنت هربات راح بحالي له هي بنتي ولا تنشوفوا شي ولد دار شي إجرام راح بحالي له وولدي إحنا تنبغو الشباب يستغل 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 تقديلو يستغل لها في العام الجمعوي يستغل لها يدخل الكورة يستغل لها في شي أنشطة في شي إبداع في شي حاجة ما تقولش لاراتة واحد ما تيديها فيه تيقول المتال الفرنسي كي الشيخش تخوب انتو ما تتبقوش الجين يديكم وتتبقوهم معاولين على أمهات ديالكم وعلى الأباء ديالكم كل شي بغيته يصابوه لكم حتى الكسري إلا ما مش تصيبتوا لكم ماك ما عندكش جيكل جرأة باش مش تطلبش حاجة لي ديالكم حقك إلا متى؟ إلا متى هاد الولاد اللي غادين؟ الرجولة جيلهم خدي وتتمشي